السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أريد أن أعرف محتوى هذه القناة بالنسبة للمشتركين الجدد معنا هذه القناة متخصصة في نقل الأخبار الحصرية والرائدة في مواقع التواصل الاجتماعي حيش تشمل المشاير والأحداث الكبيرة خصوصا أخبار مغني الراب تاكاشي سيكس ناين لكي لا أطويل عليكم أكثر ابقوا معنا بعد الإنترو موسيقى في البداية ذهب سيكس ناين رفقة حراسي الشخصيين إلى أحد المتاجر في مدينة نيويورك لكي يشتري مجوارات جديدة خاصة به لكي يظهر بها في أعمال الفنية المستقبلية مما أدى إلى خلق حالة إكتذات في محل مجوارات لكن الصدمة هي عندما اشتمع الناس في جانب المحل انصدموا من التياب التي يرتديها سيكس ناين والتي تعود إلى المغني العالمي الشهير جاستان بيبر والتي تدعى جاستان بيبر ميرش الأمر الذي خلق جدلا واسعا عند الناس وفي مواقع التواصل الاجتماعي حيث الكل يتساءل هل توجد علاقة بين سيكس ناين وجاستان بيبر لا أحد يعرف لكن إذا دار أي شيء أو خبر أو تلميه عن هذا الموضوع فستعملوا قناتونا على نقل آخر الأخبار المتعلقة بمثل هذه الأشياء بانشو 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 انا وبالحديث عن جاستان بيبر ظهر هذا الاخير رفقش الزوجته ومع المغني الساعد شون مينديز الذي يبلغ من سن 22 السنة في احد الاستوديوهات في امريكا مما طرح عدة اسئلة حول هذا الموضوع الامر الذي دفع برنامج كابيتال اف ايم استقبال شون مينديز على المباشر اللي طرح عليه مجموعة من الاسئلة بخصوص هذا الموضوع هل سنشاهد تعاون بينه وبين جاستان بيبر كان رد مينديز على هذا الموضوع على انه كان يحب ويعشق اغاني جاستان بيبر منذ ان كانت لديه 18 سنة وانه لن يفوج اي عرض يقدمه له جاستان بيبر للمشاركة والعمل معه في احدى الاعمال الفنية او اكثر واضاف مينديز انه تربطه صداقة قوية بجاستان بيبر ويبقى السؤال متروحل سنرى عمل المشاركة بينهم سنعرف كل شيء في المستقبل وستعمل قناتنا ان شاء الله على نقل كل ما هو متعلق بمثل هذه الاشياء لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لصلك كل جديد سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة